شكرا جزيلا بحركة بعضها صحيح وبعضها بيكون مش صحيح بعضها بيبقى حجمه حقيقي وبعضها بيبقى الحجم بتاعه مبلغ فيه مظبور طيب هبدأ من البداية أو على رأي عبدالحدي محافظة نبتدي منين الحكاية؟ نبتدي من أهمية الموضوع وزي ما حرارك تفضلت ده إقرار للواقع ويعني اعتراف صريح من الحكومة أو بمعنى أصحي من الدولة المصرية بأهمية هذه المنطقة وأهمية الارتقاء بيها وتطورها لمسيرة التطورات الكبيرة اللي حدست في كل المجالات فكانت المنطقة دي قبل ما يصدر قرار إنشاء المنظومة بتعمل بموجب قرار لرئيس الجمهورية كان رقم سبعين لسنة واحد وتمانين بينظم عمل مكاتب وإدارات خدمة المواطنين في جميع الجهات الحكومية وكان وقتها يعني بلمسين برضو أهمية التعامل مع المواطنين وتلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها فكان تبعية هذه المكاتب لرئيس الجهة أيا كان بقى الجهة إيه وزارة يبقى مع الوزير محافظة يبقى مع المحافظ هيئة يبقى رئيس الهيئة وهكذا اشتغلنا على كده أو ظل هذا الوضع إلى أن وصلنا إلى 2011 2011 كلنا كنا معايشين الأحداث وحالة الفوران اللي في المجتمع المواطنين سقف المطالب علي التوقعات كمان عند البعض كان البعض بيغزيها يعلو سقف المطالب الاعتصامات كلنا كنا شايفينها والمظاهرات والتجمعات لشرائح المجتمع المختلفة بهم مطالب كانوا بيروحوا ويتجمعوا ويتجمهروا أمام رئاسة مجلس الوزراء فكل في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في هذا الوقت بأنه يميكن عملية الشكاو لأن الناس كان بتيجي بأعداد مبالغ فيها والأصعب من كده مش ان كان يتم استقبالهم او يتجمع طلباتهم او حد يقابلهم ويسجل متابعة الكلام ده كانت هتتم زي صحيح فبدأ التفكير ودأت ارخاصات ميكانت عملية ادارة الشكاو على مستوى رئاسة مجلس الوزراء تطور الامر لما وصلنا لان يبقى فيه بوابة الكترونية يتم ادارة الشكاو من خلالها ثم في 2014 كان وقتها المهندس ابراهيم محلب الله يمسي بكل خير الله يمسي بكل خير كان برضو مدرك اهمية التعامل مع الشكاو ومايكانتها فقال لوقتها نخصص كمان خط ساخن ويبقى مرتبط مع هذه البوابة حلو علشان نتلقى وقتها شكاوى موضوعين كانوا بيقرقوا المجتمع وقتها أنابيب البتجاز مضرطها والخناءات اللي عليها وحرك متذكر والناس متذكرة الدنيا كانت عاملة ازاي والخبز طبعا متذكرين صح المشاكل اللي كانت في القطاع ده كانت عاملة ازاي والدنيا عاملة ازاي فبدأنا بداية مبسطة وإلى ان تولى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكعهدنا بكل التطورات اللي حدست في مختلف قطاعات الدولة كان لي رؤية في ان هذه المنطقة من المناطق المهمة جدا والمؤثرة ولابد ان يحصل ارتقاء في ادارته فاصدر سيادته قرار سنة 2017 بانشاء هذه المنظومة اللي احنا بنقول انها منظومة عصرية تتلقى وتفحص وتوجه الشكاوى وتقوم بالرد عليها الكترونية ازا هنا الفكرة اننا ما بقيتش محتاج ان المواطن يتحرك بنفسه او ينتقل او يتقدم للجهة اللي هي صاحبة الشكوى او اللي ليه مظلمة او التماس او طلب او اي امكان فصدر قرار انشاء المنظومة وبدأت على طول الحكومة في ذلك الوقت كان برضو يعني الله يمسيب كل خير ودي له الصحة عن مانس الشريف اسماعيل وقتها حبيب رئيسا لمجلس الوزراء ويعني اهتم بالمنظومة في بدايتها وبدأنا نشتغل ونتعامل في اجراءات التأسيس وبدأنا نربط بقى الجهات تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية وقرار دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بشأن انشاء المنظومة واعادة يعني تشكيل مكاتب او تنظيم مكاتب ادرات خدمة المواطنين الى ان جاء الحقيقة الدكتور مصطفى مدولي وكلفة برئاسة الحكومة وكان من بداية الموضوعات او الملفات اللي اداها اولوية كانت منظومة الشكاوة وبدأ يشوف قدرتها ويراجع الامكانيات المتوفرة وادى تعليمات صريحة لابد من مضعفة قدرات المنظومة لتتقاكب مع توجيهات القيادة السياسية